السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ان شاء الله قدي شارك معكم واحد فكرة بسيطة جدا ومفيدة يعني غدي تفيدكم بزاف في المنزل خصوصا للرجال لانهم هم الاكتر يلي كيحتاجوا هاد المسألة هدي لان غدي يبوا ويمسحوا صبابتهم كدلك النساء يعني اللي كي لبسوا الاحدية الجلدية وكدلك تل اطفال يعني هاد الفكرة هدي بسيطة وسهلة غدي نحتاجوا فيها فقط معطف قديم جدا كما كتشوفو هادا الداخل دي المعطف يعني مش المعطف الداخل ديالو اخديتو واحتفت به لانه صوت منه بزاف ديال الحويجات ومازا ان شاء الله قدي نبجركم اشياء اخرى ممكن تستفدو بها بش يعني بش تستغلوها كالا يكون معطف قديم او لا يعني مهمل خصوصا الى كان من هاد النوع هادا اللي هو من من الثوب ديال يعني القماش ديال الفرور يعني ديال الفرو فهو مهم جدا اي ما كان ملقيتوه او لا شريته فمن الاحسن تحتفظو به لانه غدي تنفعكم بزاف ديال الحويج يعني اشياء اكتيرة ممكن تصنعوه هادي كيما كنتشوفو اه بالنسبة لهاد الفورور انا اخديت الكف ديالي ووضعتوه باش ندير يعني انتراه سي او لا لا نوضع خطوط باش نقطع على قد الكف ديالي يعني حتى انتم ما توضعوا الكف ديالكم باش تديروا القياس ديال يعني ما كيشي قياسات مضبوطة صافي وكننقطع هاداك الجزء كنقطعوه باش نوريكم هاد المسألة هادي غالي تفيدكم بزاف يعني بزاف منك يبغي يمسح الاحديا ديالو وكيد يضطر انه يقلب على قطعات قماش باش يمسح بها لكن هادي مزيان توضعوها يعني في الجزة ما اولا في يعني الماكان اللي كتحطو فيها سبابت ديالكم يعني الاحديا باش تمسحوه ومن بعد الى بغيتو تغسلوها اولا فهي ممكن انكم تغسلوها اه اختاروشي لون اسود اولا بني بحال هاد الشكل هادا باش يكون عندكم يعني ما يبينش لو بس خبزاف وكداليك اه حتى وخاتنضفوه تيبان علي انه ونقيت اتفادو اللون يعني المفتوح اه بالنسبة لهاد هاد الطريقة هادي فهي سهلة جدا كناخدوه للفرور او الفرو كنقطعوه وغادي نعاود ندير جزء تاني يعني نديرو مضاعف باش نقدر اه يعني نمسح بيه مزيان وكداليك تمتصل الغبار وهذا يعني تقدروا تستعملوا مدة طويلة عد تقدروا تصبنوه هادي ندير الفرو من الجهة الاخرى كداليك من بعد غادي نقطع نفس الجزء اللي اه قطعتوه في الاول من بعد كناخد جزء اخر غادي نزول هاد يعني للطرف الاخير اللي هو الاسفل ديال المعطف يعني كننحيدو كننزولو لانه غير صالح من بعد غادي ناخد هادك الاجزاء بجوج يعني للطرفين غادي نوضعهم على المعطف باش ناخد القياس ديال نصف الكف بها الطريقة كما كتشوفوه يعني غادي نوضعهم الفوق النصف او لفيت شوية اكتر شوية من النصف على حسب الكف ديالي على هاد الجهة هدي كما كتلاحظو باش نقطع اه على على الدورة ديالو اللي هو المكان اللي كتدخل فيه اليد باش يبقى ثابت يعني في اليد نحاول دائما نفوت النصف ديال الكف ونا نوضع القياسات بها الطريقة هدي يعني ناخد القياسات ديال الاجزاء وغادي نقطعوه على على الدورة كاملها باش نقدر يعني فاش نبغي نمسح نتمكن كينا فكرة اخرى بنسبة لي ما بغاش يدير بحال هكا فهي غير صمطة يعني الطرف ديال الالستيك ولكن ما عديش يكون مريح كما بحال هاد طريقة هدي يعني من الاحسن نديروها الطريقة هدي فهي يعني مجربها يعني رائعة كما كتشوفو غادي جيني بحال هاد الشكل هدا يعني فاش ندخل اليد دي كتتبتم زيان ونمسح بها الحداء ديالي بطريقة جيدة وما سبقاش تحيدليها باليد هي غير هما غادي تاخدوا القياسات على حق على قياس الكف ديالكم يعني باش ما يبقى يجي شو واسع لزاف او لا يجي ضيق من بعض غادي ندوز ندير البيي كما كتشوفو شاريط هكا ديال ديالستينتا اولا الموين كل واحد كل بلادش كي سميوها غادي نوضع شاريط به هاد طريقة هدي هنا يا مش يعطيني المنظر جميل وكذلك ما يخليش كما كتشوفو هاد الفتاة ديال ديال المعطف ما يطح ليش يعني من بعد ما يبقاش تفرتت ما عرفش كيفاش نقولها لكم من ان نوصلها لكم باللغة العربية لكن المهم غادي نوضع الشاريط به هاد طريقة هدي كما كتشوفو بعد ما قديت هذك الشاريط فغادي نجي لهذا الاطراف كاملين وغادي نحاول ما امكان نخيطهم جميعا باش يجيوني في شكل يعني جميل وفي نفس الوقت كي دخلكم الاختيار اما تخيطوا بالسورج يعني الالة ديال السورفيلة ولا معتش كي سميوها المهم الالة الخياطة اللي هي كتعطي لها في نيسيون الخرانية او لا تخيطوا بالالة الخياطة عادي يعني مش دروري ديروا السورفيلة انا الصراحة خيطها بماكنة يعني بالالة ديال السورجي ولكن للأسف حيث ثلاثة الاجزاء غلاط بزاف يعني تقطع لي الخيط لكن معليش المهم خيطت لي الخيطة عادية كما قديت تلاحظوا معايا فانا في الاول صحابي نيراني كما تتعطي لها من خيط على اساسرها ديال السورجي لكن هو ماذاش معليش المهم انها قدت لي الحواف يعني قطعت لي الحواف بشكل جيد وكذلك خيطت لي هاد سميتو مساحة او لا اللي كتمسح للأحذية كما كتشوفوا الشكل اللي لا كيجيب حال هكا واللي عندها امكانية انها الوقت باش تدير احتل بي او لا الكشاري تدير احتفاف على طول الدائرة فغادي تجيب الاحسن المهم الفكرة رهها بسيطة جدا وعملية جدا لانني جربتها تقدروا تستعملوها في المسح ديال الاحذية ديالكم او لا تستعملوها كدلك في المسح ديال الاغراض ديالكم في البيت او التنظيف او لاي حاجة فهذه الفكرة يعني ماشي خاصة فقط بالجزامات تقدروا تسحو بها للطاولات المهم الفكرة رهها رائعة ومفيدة جدا متمنى انها تكون وصلاتكم والطريقة كما كتلاحظوها ابسط ما يمكن يعني ماشيش حاجة اللي هي مكلفة نهائيا فقط مع طفق قديم يكون عندكم ما كتستعملوش كما كتلاحظو او تنظيف راه كتنظف الطريقة جميلة جدا ما تنسوش دائما الى كتجبكم القناة ديالي وكتلقوها مفيدة او انكم تشتركوا في القناة انا ما كنتوش مشتركين وكذلك تنشروا الفيديوهات باش تسهمو في النماء ديال القناة وكذلك تفعيل جرس لان تفعيل جرس مهم باش يوصلكم دائما اشعارات ديال الفيديوهات الجديدة نخليكم دابا